أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية اليوم أعرب المتحدث باسم الخارجية عن تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأكدت الوزارة على موقف مصر الثابت الذي يرفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته داعية جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة وبتكفيف منابع دعمها ماديا أو فكريا أو بأي شكل من الأشكال